عقد صباح اليوم عضاء اللجنة الوطنية العلية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية عقدوا دورة عادية بهدف مناقشة ودراسة وتقييم التقرير الخاص لعام 2015 وقد ترأس افتتاح عمل الدورة وزير الطاقة والبترول بشير مع ديجارة المناسبة بمقر اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تقرير محمد خميز مهدي تندرج هذه الدورة العادية لعضاء اللجنة الوطنية العلية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ضمن الأنشطة التي يقوم بأعضاء هذه اللجنة نهاية كل عام وهذه الدورة خصصت لدراسة وتغييم التغرير الخاص بعمل 2015 وسيعكف المشاركون لمناقشة وتغييم كافة التغارير والوسائق بالإضافة إلى السياسة المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية العلية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بدور وزير الطاقة والبترول بشير ماده أشار إلى أن الحكومة وتحت الغيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية دريس دبيت نو تولي اهتماما بالغا لوضع حيز التنفيذ سياسة الشفافية للصناعات الاستخراجية بحيث أنها تعد أداة للإدارة الرشيدة والجدير بالذكر فإن بلادنا كاد أصبحت عضوة في منظومة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ عام 2007 قام وزير التدريب المهني والحرف الصغير آدم دنجاي نكور جيدة بزيارة عمل إلى أقليم بوركو ولدى وصوله إلى مدينة فايا حضرت الأقليم استقبله حاكم أقليم بوركو العميد داود حمد بشير وعدد كبير من سكان المنطقة قبل أن يعقد اجتماعات عمل مع المسؤولين تقرير محمد طاير صالح حسين على بعد أشرات الكليمترات من مدينة فايا عاصمة إقليم بوركو استقبل وزير التكوين المهني والحرف الصغيرة آدم دنجاي نكور جيدة والوفد المرافق له من قبل حاكم الإقليم العميد داود حمد بشير وبعد وصول موكب الوزير إلى مقر إقامته باشر العمل بأقد اجتماعات عمل مع كل الشرائح والطبقات الاجتماعية بالمنطقة للتباحث معهم حول الأوضاء السياسية والأمنية والاجتماعية وضم الاجتماع السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية والشيوق التقليدية ورجال الدين بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين والتجمعات الشبابية والنسوية وقد استمع الوزير إلى كل الشكاوي والإشكالات التي تواجه المنطقة وقدم الوزير آدم دانغينا كورجيت رسالة السلام في المنطقة وحس على سلطة الدولة واحترام السلم الإداري والشفافية والمساواة والعمل نحو التنمية والتعليم ومكافحة المخدرات وتأمين المنطقة التي أصبحت ممر لكثير من المهربين والمهاجرين كل هذه النقاط تتطلب القيام بكامل المسؤولية والتصدي للخروقات التي تحدث في المنطقة وعد الوزير بأن الطلبات والشكاوي التي قدمت من قبل الأعيان في المنطقة ستجد عناية واهتمام من قبل المعنيين وكافة المسؤولين في الدولة في مقدمتهم رئيس الجمهورية دريس دي بيتنو الذي يسعى من أجل السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في شتى ربوع البلاد بيضا التقريب نصلوا إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضاء الشادية من أنجمنا نشكركم على طيب الانتباه والمتابع حتى نلقاكم دمتم في أمان الله موسيقى